مرحبا بكم الناس. جيت كي موعدت برشا خلالي دي كومنتي قالوا لي كفاهي عمرو اغيما به. اغيما هذي السيت ان شاء الله تنحط لكم في البغدن فو اللوطة اللي هو صندوق الوصف تلقاو اللي هو اللينك متاع اغيما هذة اللي تدخل عليه اوتوماتيكمو اتعمرو. راهو لي تستحقوا لا تستحقوا محامي لا تستحقوا حتى شيء احنا يعني عائلتي انا وزوجي متاعي كعملنا قبل مطلب للهجرة في كندا دمون دي ميغرسيون ما استحقينيش رانا لمحامي ولا عملنا كونسلطان. عملنا كل شيء وحدنا يعني اخذينا هاك كيف كومنتوا بالضبط اخذينا الوقت هاك كان فاماليا يعني اللي هو اللينك اخذينا تتبعناه تتبعنا المراحل المطلوبة عملنا كل شيء وعمرنا وحدنا في الوقت اللي عندي شكور من عائلتي يعني تفع برشا فلوس بش تبع محامي تقريبا تكلفت له حكاية وقتها في 2010 هو عملها قبلنا بعام تكلفت له تقريبا حكاية خمسة ملايين تونسية بش عملها المطلب هيدا واحنا تكلفنا 0 مليم لانا اعملناه عا هكا يعني سيوغ انترنت ما تكلفت لنا الحاجة الوحيدة وانا كي عمرنا المطلب هيدا صبينا وقتها تقريبا على منذكر حكاية 250 دولار على الفرد الواحد بش عملنا يراهي الفلوس ما تجيش في المرحلة هذي جيم بعديك تو بشوية بشوية انفهمكم به كي ما شفتو هونيا دخلت على سيت قريما فما يقول لك قاعد انتظار تقعد بين دقيقة دقيقة ونص ويقول لك قدش من عبد قدامك وبعد ديركتو مان يزك للسيت هاو كي ما تشوفو اول حاجة يلزمك تعملك حساب تجيش في المرحلة تنجم تدخل للدوسية متاعك بعدها وكفا ما نميغو دريفيرانس تاعد دوسية ويحط لك اسمك واللقبك من الفوق باعد يكملك هدا كل انتي بش تجي هونيا وتعمر بالمرحلة بالمرحلة بشوية تلبي عليك الاسم واللقب بش يطلب عليك اسم أمك واسم بوك اسم خوك واسم أختك كان عندك واحد من عائلتك في كندا موجود يطلب منك مضمونك انتي مضمون الزوجة متاعك كان انتي متزوج مضمون أمك مضمون بوك ومضمون إخواتك هذا يرى المطلوب بالنسبة للدوسي به حابة نقولكم حاجة أخرى وإني نصحكم منصيحة تنجموا تخدموه الدوسية تبدو فيه وتقصوا عليه وترجعوا تكملوه مثلا بعد نهارين كذا تحذر لوراق متاعك أما نصيحة نحتي هي لكم ما تصل تعمل الدوسية إلا ما تحذر أوراق تقول تدخل تقرأ تعمل هكي هذا كل تدخل المطلوب لكل تشوفوا ما تعمروش استنى حذر وسكاني لدوكيمول مطلوبة كل شي بش يطلب عليك شهات العمل متاعك يرجع لك رو على خمس سنين التالي كل شي يرجع لخمس سنين التالي شهات العمل متاعك القرية متاعك كان قرية عندك خمس سنين وين قريت قريت شنو الأختصاص متاعك تجيب إذا كان خدمة تجيب لبلتان تباين متاعك يعني شهات الشهات الخلاص متاعك بتاع العمل كل شي تحذره تسكنيه وتخليه ووقت يقول لك تدخل هادي غادي كاكو كل مرة تحط الدوكيمول اللازمة باي بالنسبة على الخلاص الخلاص رمفوما حتى خلاص من الأول حتى فرنك ما تدفعوه ووقت يش اللخلاص يبعث لك ميل اللي هو قبل لك الدوسية ويعملك يقول لك راغ وطوع عملنا المرحلة الأولى متاع الدوسية بتاعك لازمك مثلا تخلص الفلوس هذيك مثلا نقوله المية ولا ميتين وثلاثة مية تخلصها المرحلة الأولى بعد عندك خلاص الفيزا وحدها بعد خلاص الفيزيت ميديكال وحدها وبعد خلاص صبين الدوسية عندك ثلاثة مرات ثلاثة مرات هذون بيش تخلصهم تقريبا ما هو مش فرض المرة يكون على عام عامين ثلاثة يعني بيش تقسمهم على حسب المدة وعلى حسب نوعية الخدمة متاعك وفما راي وفما 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 ونحب ننصحكم حاجة ديما اتفقدوا الميل متاعك اتفقدوا الانديزي غابل اليوم البيورييل راهوا ساعات يبحثو لكم غادي كاميل ننصحكم ديما اتفقدوا الانديزي غابل متاعكم والبيورييل متاعكم يعني اتفقدوا الاميل ديما على قل مرة مرتين في الجمعة ومرة كل شهر اعملوا اكتيفاسيون للدوسية لانو كي تقعد شهرين ثلاثة ما تعملش اكتيفاسيون مرة كل شي ذيع ترسيلك تعاود من الول ازيغو هذو ما نصيح لنعتيكم اكتيفاسيون دوسية مرة في الشهر هي مرة اكثر من الشهر اما احناش قاعدين مناش خسرين حد شي مرة بالشهر نكتيف الدوسية بتاعي ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله فدكم بحاجة استنوا مني برشة جديد في الفيديوهات الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة